ضيفتنا لليوم هي خريجة فنون جميلة لمساتها الفنية قدرت جسدها بمشروع صغير من خلال عدد كبير من الأفكار وقطع اكسسوار مميزة رح نتعرف عليها أكتر وشو جايبت لنا لليوم وضيفتنا أكيد رح نحكي يمكن عن كل شي بناسب الصبايا كل شي هيك ممكن نزين في بيتنا كمان سميرة طربين خريجة كليات الفنون الجميلة ومصممت اكسسوارات يدوية أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم يا سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يعني خلينا أول شي نتعرف عن شغلك كيف فت بمجال الاكسسوار كيف فلشت أنا بلشت بشكل مخصص بس بالهندمايد فتت بأصص الهندمايد حتى أطلعت على أصص ديكور كمان هندمايد يعني الهندمايد الشغل اليادوي بيكون فيه إله يعني جو خاص بده تصميم تنسيق ألوان حتى المواد فأنا يعني كتير حبيت هالمجال وفتت فيه وخدت فيه وكملت طيب سميرة خلينا نشوف شوي من الاكسسوارات اللي جاهبتي على اليوم في شي للبيت وفي شي أكيد للصبايا تمام هلأ للموسم الشتوي يعني شوي أخدت لديكور البيت فبتشوفي هون انه فيه دريم كاتشر هي دريم كاتشر إلى أسطورة كتير حلوة انه بتعلق فيها الكوابيس وبتنمنع عنا الكوابيس والأحلام الجيدة هي اللي بتعلق بنص الطارة وبتتسرب عن طريق الريش فبتجي علينا نحنا ونايمين هي هي أسطورتها يعني جاية من الهنود الحور هون كمان فيه مصابح الكريستالي عم بيستخدمه تلاك شايفة لميع يعني هذا اللي كتير هلأ قصاير مطلوب منه خلينا ناخد بس واحدة نمسكها حتى نشوفها على الكاميرا حتى الألوان يلي عم بيستخدمها ألوان شتوية أكتر لحتى يعني يتناسب كل الستايلات الشتوية هلأ المسبحة صارت أكتر من أنه الحب يسبحوا فيها ففي كتير في كتير طبعا خيارات يعني لا محدودة منهم بس هاي شي من الألوان الشتوية اللي هلأ عم نشتغل عليه هون يعني متل ما عم نشوف ساميرا يمكن كل فترة بيكون في عندك تشكيلة تشكيلة طبعا الصيف تختلف عن تشكيلة الشتاء كمان رح نحكي شوي عن الشغلات اللي صارت هلأ الصبايا بالعموم بيحبوها اللي هي شي بيخص النظارات شي بيخص الموبايل ويمكن عنا تشكيلة واسعة منه خلينا نشوف ونعرف هلأ بداية هاي للنظارات للنظارات تمام بالصيف كنتي عاملة شي إلو علاقة بالخراج أكتر بالصيف ايه بالصيف كان الألوان الصيفية أكتر هلأ للشتاء بديك ألوان شوي غامقة على أسود على أبيض على خمري تمام مشان يعني تناسب الألوان الشتوية وهي للموبايل يمكن؟ للموبايل تمام قد بيخذوا معك سميرة وقت لأنجاز شو أصعب قطعة ممكن تأخذ معك وقت كتير وهلأ بتشتغلي مثلا حسب الزبون ما يطلب منك أنه أنا بدي عندي هي المناسبة أو عندي هي الكادو بدي أقدمها لحدا فشو رأيك بتعطي رأيك أنت بالهدية أو كيف داكت عملية ولا بتسمعي أن الأفكار اللي بدونيها هلأ ممكن ينطلب مني شي مثلا بيشوفوها على الانترنت وغير متوافر هون بس هلأ أنا أغلب القطعة اللي عم بشتغلها هي بتصميمي يعني أنا بنسق ألوانها بنسق إياساتها بنسق شو المواد الأولية اللي بدي استخدمها الخراز والخيطان وهالقصص طيب كمان خلينا نحكي سميرة بما أنه حكينا عن الألوان والخراز شو الألوان الأكتر هلأ رواجا بمجال أكسسوارات خلال فصل الشتة الألوان الشتوية هلأ كثير يعني كما أنك شايفة الكموني كثير للناس صايرين عم يحبوا الكموني خمري زيتي كحلي هدول الألوان الشتوية اللي بتعطي دفا فأنا يعني فورا بالشتوية الألوان كلها عندي بتتغير بصفك فيه ألوان فراحية بالشتة شي بيعطي دفا شي بيناسب التياب والجو العام طيب سميرة كثير من المواهب الشابة عم نستقبلها حتى ببرنامجنا عندك كثير يمكن هكي توجه لناحية التصميم والإبداع إن كان هانميد إن كان فرون تشكيلية أو أي شيء هنا ممكن يحبه أنت كيف قدرت تتميزي بالمجال اللي عم تشتغلي فيه؟ هلأ أنا يعني القطع كلها صارت أنا اللي بنصيق تصميمه بنصيق ألوانه يعني كثير كثير بعادت عن القصص الموجودة على الإنترنت القصص اللي كثير كثير منشوفها بالشوارع أو منشوفها بمحلات إكسسوارات لا تحب الشي المتاحة كثير تمام تمام هلأ أنت بهذا الأسلوب بتتميزي بالشي اللي عم تعملي إنك تعمل شي مانو مانو موجود مانو موجود يعني عموما أغلب خلينا نقول القطع اللي عم نشوفها سميرة صار ينوجد إلى تقليد خلينا نحكي عن فكرة إنه الشي اليدوي قداش هو بيختلفه خصوصا بمثل هاي القطع اللي حكينا عنا قد يمكن تصميمه هو إله خصوصية معينة صحي أكيد هلأ الهاند ميد كثير شي يعني دافي شي يعني الشخص اللي عم يشتغل بالهاند ميد بحط من إحساسه بالقطع فالهاند ميد مو متل القطع لمشغولة بالمكانة أو الأعلات بيكون فيها يعني نوع معين من إنه هيك الحب هلأ الناس يعني شوي بعيدة عن هاي القصة إنه الهاند ميد مو بس في حب الهاند ميد كمان شوي أغلى لأنه عم ياخد من وقت الشخص من مجهوده من طاقته هاد الموضوع كثير يعني بدو يتضوع عليه وقته الأشخاص بتشتغل هاند ميد بس تحكي إنه الهاند ميد بياخد وقته هالقصص نعم سميرة لكنا شو يمكن التصميم الحب أنت تصممي ولسه هيك ما أخدت الفكرة مداها عندك خلينا نعرف هالاستمرارية حابة توصلي فيها لهدف معين بالمستقبل أكيد أنا كتير بشي كتير بتمنى صمم أطع ديكور كبيرة وكتير كان هدفي إنه إنه وصل يعني لبلدان أكتر إنه صير يعرفوا شو الأطع اللي بصممها حتى كنت حابة يكون معي مجموعة من البنات يساعدوني بهذا الشي يكتسبوا خبرة بهذا الشي حتى ممكن هنبي يعني بيساعدوا حالا بهالقصة وما في صبيه أكيد ما بتحب تشتغل بالأساور أكيد يعني بنان شكرك سميرة طربين أكيد خرجت كلية الفنون الجميلة ومصممات أكسسوارية دوي شكرا لوجودك معنا شكرا للكم شكرا لوجودك سميرة منتمنى لك التوفيق إن شاء الله وتحقيق أحلامك شكرا للك